أهلاً أبطالنا طلاب السادس علمي بالحلقة الثالثة من المراجعة المركز للفصل الثامن يلا شباب اليوم راح نبلش بالليزر احنا خذنا خصائص الليزر بالحلقة السابقة اليوم راح نبلش بالليزر أول شغلة ما هي أسس عمل الليزر لازم نأخذ أسس عمل الليزر أو يقول ما هي الانتقالات الألكترونية للليزر هاي انتبوا عليها انتبوا عصيغة ما السؤال مو بس تقولون الجواب انتبوا عصيغة ما السؤال أما يقول لكم أسس عمل الليزر أو يقول الانتقالات الألكترونية للليزر هذا الشيء الرحاخذة هو أساس الليزر عمون تعرفون شون جاي تولد الليزر أول شغلة أسس عمل الليزر أو الانتقالات الألكترونية للليزر هي ثلاثة أولاً الامتصاص المحتث ثانياً الإنبعاث التلقائي ثالثاً الإنبعاث المحفز مثلاً إش كم نوع؟ ثلاثة أو إش كم انتقالة؟ ثلاثة أولاً الإمتصاص المحتث ثانياً الإنبعاث التلقائي ثالثاً الإنبعاث المحفز لازم بالسرق يعني يصير إمتصاص محتث يلا يصير إنبعاث يصير إنبعاث التلقائي يلا يصير إنبعاث محفز يعني واحد قبل الثاني ما يصير طاضح؟ لازم هاد يلا هاد يلا هاد يعني مخربط ما يصير خلي أحشي لكم قصة معه هذا هو اللي أكو أربع ولد تمام؟ أربع ولد أبوهم دي حفزهم دي يحثهم على اليمن على الروح للشغل قيلوا بابا لازم يطلعون للشغل و لازم تشتغلون وما أدري إيش المهم هما يعني الوضعية كل شيء سالك عدهم فلذلك هو إش قال؟ قلهم بابا دهاكم كل واحد نطاهم حذهم حذ قام يحث بيهم تمام؟ نطاهم كل واحد فلوس قلهم يلا يروح للشغل هما شنو؟ هما قتنعوا بابا فلوس اقتنعوا طلعوا للشغل أبوهم يريد يساوب راسهم خير تمام؟ المهم طلعوا للشغل سمعوني طلعوا وين؟ للشغل ورا شوية ورا شوية هذا ضاج قام يتأفأف رأسا شنو؟ عاف الشغل وراح من راح شي بعث طبعا من ينزل شي بعث فوتون صح؟ من نزل من نزل راح يلعب طوبة واحد راح يلعب طوبة هذا السوى شاف أخوه نزل بدون ما يقول للأبو تلقائيا بدون ما يقول للأبو اتهم عوف الشغل وينزل وان راح يلعب؟ راح يلعب بلاي زين واحد راح يلعب طوبة وواحد راح يلعب بلاي ظلوا ذولي فوق ظلوا ذولي فوق ركز يمي هذا هو اللي يضلوا فوق ذولي ثنين هذولي يبقون فوق قالوا إذا ذولي اخوتنا يبقون فوق إحنا بس راح نترزل فانسوي اجه هذا ابوع البلاي راح على واحد من عند هم تمام؟ ايجه هذا ابوع البلاي راح على واحد من عند هم على واحد من الذین الذرات أو واحد من أخوته زين؟ قالوا لكن زين إحنا ليس مو 위ز شغل إحنا بعدنا صغار إحنا واحنا McGادرى إيش؟ المهم هذا اقتناع الأخبار نزل راح لعب ويا أخو بلي راحوا تنياتهم سوي يلعبون شنو؟ بلي تمام؟ يعني إجا هذا حفز أخو حفز أخو عن نزول إذن انبعاث شنو؟ محفز وطبعا هذا همات إجابة الطوبة وخذويا تمام؟ إذن هنا شنو عندنا؟ أول شغلة الامتصاص المحتك شلون افتهمتوها؟ يعني سولفوها بالفيزياء بس ش راح تقلولي؟ هو انتقال الذرات من المستوى الطاقة الأرضي إلى المستوى الطاقة المتهيج عندما يمتز طاقة مقدارها فرق الطاقة بين المستوين طبعا هذا طاقة لازم مش قد تكون فرق الطاقة حتى يصعد من مستوي إلى مستوي لازم نطقي طاقة تساوي فرق الطاقة بين المستويين هو انتقال امتصاص المختلف هو انتقال الذرات من المستوى الطاقة الأرضي أو يسموه المستقر إلى المستوى المتهيج أو يسموه الأعلى عندما يمتص طاقة فوتون يساوي فرق الطاقة بين المستويين يعني هذا الطاقة اللي اجدته تساوي فرق الطاقة بين المستويين راح ينتقل منها لهنا زين وراه اش راح يصير راح يصير انبعاث تلقاء يعني ينزل من تلقاء نفسين تلقائيا ينزل تلقائيا ينزل تلقائيا بزمن من عشرة والسالب ستة أو عشرة والسالب ثمانية سكند يعني بسرعة يعني ما عبالكم باعوا اظل لانه شوي وما شنو لا صعد نزل على السريع ويا له تلقائيا يلا هو انبعاث هو انتقال انتقال الذرات تلقائيا تلقائيا من المستوى المتهيج من المستوى المتهيج من هو المستوى المتهيج اي تو الى المستوى الأرضي اللي هو شنو اي وان زيان تلقائيا بس بوعد على هاي تلقائيا كتبتي لك وب فترة زمنية قصيرة ركزة على ذنين الكلمتين اولا ينزلا تلقائيا وفترة زمنية قصيرة يعني قلت لك عشرة والسالب ستة او سالب ثمانية سكند كمام تلقائيا ينزلا وفترة زمنية قصيرة يعني بسرعة كلش يصح تنزل عشرة كمام فينبعث منه فوتون طاقته تساوي فرق الطاقة بين المستوى رح ينبعث هذا فوتون وهذا فوتون طاقة تساوي فرق الطاقة بين من طاقة تساوي فرق الطاقة بين المستوى ما دامك إنتجها تشتغل على مستوين فأي فوتون تنطي أو أي فوتون تحصل هو فرق الطاقة بين المستوين لأننا نحن يشتغل على مستوي مستويات اثنين زين خلي ببالك شاء الله الفوتونات الناتجة الفوتونات الناتجة باوع واحد رح لعب طوبة واحد رح لعب بلاي يعني مختلفة بالاتجاه واحد من نارح واحد من نارح مختلفة بالاتجاه وبعد واحد طوبة واحد ابلي والطور مختلفة بالطور كمام يعني بين قوسيا اذا مختلفة بالاتجاه والطور يعني غير متشاكهة يعني هذا الفوتون راح لعب ابلي وهذا الفوتون راح لعب طوبة وهذا راح لعب ابلي فبقوا علي هذا من ناتجاهه وهذا من ناتجاهه قمة ويقعر وقعر ويقمة قم ويقعر وإلى آخر مختلفة بالطور والاتجاه فلذلك هنا تبه لي تنزل تلقائياً وفترة زمنية قصيرة هذا الانبعاث التلقائي نجع اليمن على المحفز المحفز شنو عندما يؤثر بس بو على يدي رح تحفظه وياها عندما يؤثر شوف إذا ماكو تلقائي ما يصير محفز ليش لأن لازم الفوتون اللي يطلع من التلقائي يروح يحفز فيصير انبعاث محفز وياي الولاء تبه لي عندما يحفز أو يؤثر فوتون في ذرة متهيجة وهي في المستوى الثاني طاقته هذا الفوتون اللي إجاها هذا الفوتون اللي إجاها أكيد طاقة شسة وقلنا ما دام دا نشتغل على مستويين فرق الطاقة بين المستويين عندما يحفز أو يؤثر فوتون في ذرة متهيجة وهي في المستوى الثاني طاقته فرق الطاقة بين المستويين سوف يحفزها إلى النزول إلى المستوى الأرضي فينبعث فوتون هذا الفوتون مماثل للفوتون المحفز هذا الفوتون الجديد وهذا الفوتون اللي إجانا المحفز ياتم سوى راحوا يلعبون بلاي هذا يجي هذا أبو اللي بلاي يجي أخذ أخوه راحوا سوى إذن هذا ويهذا ثنياتم سوى راحوا إذن شنو متما ثلاث يلا عندما يؤثر يلا باعليه عندما يؤثر من هو؟ فوتون فوتون عندما يؤثر فوتون في ذرة في ذرة متهيجة وهي في المستوى الطاقة الثاني فإنه يحفز الذرة طبعا طاقته لازم نذكرها تساوي فرق الطاقة بين المستويين فإنه يحفز يحفز شنو؟ الذرة إلى النزول إلى المستوى الأرضي أو المستقر تمام؟ عندما يؤثر شنو؟ فوتون في ذرة متهيجة في ذرة شنو؟ متهيجة وهي في المستوى الثاني طاقته تساوي فرق الطاقة بين المستوين فإنه يحفز الذرة إلى النزول إلى المستوى الطاقة الأول فينبعث فينبعث متنزل دامج تبعث فوتون؟ فوتون طاقته أو فوتون مماثل نقول ليش نعيدها؟ مماثل للفوتون المحفز يعني شنو مماثل للفوتون المحفز؟ يعني اثنياتهم بنفس الطاور والاتجاه أي يكونان بنفس الطاور والاتجاه يعني شنو بنفس الطاور والاتجاه بين قوسيا يعني متشاكهين تمام؟ يعني شنو متشاكهين؟ يعني باوع هذا الفوتون هذا بولي بلاي يجعله أخو أخذه وياه وراحوا وسو يلعبون بلاي إذن اثنياتهم بنفس الاتجاه واثنياتهم بنفس الطاور قموا يا قموا وقعروا يا قعر إذن ذنوا نشبيهم متشاكهين يلا يلا إذن شن المتصاص المحتث؟ هو انتقال الذرة من المستوى الأرض للمتهيج تمام؟ فعندما يمتص فوتون طاقة فرق الطاقة بين المستوين راح ينزل انت القائم من المتهيج للمستقر بفترة زمنية قصيرة فيبعث فوتون طاقة فرق الطاقة بين المستوين راح يروح هذا الفوتون يحفز ذرة متهيجة تمام؟ فراح تنزل من فوق ليجوه فتبعث فوتون مماثل للفوتون المحفز تمام؟ وهذا طبعا مستمرة هذن الفوتونين رح يروحن على غير فوتونات همات شنو؟ يحفزنهم يصرن أربعة. والأربعة يروحن يصرن نستفيد شوية رح ناخذهن بمكونات اللي يزال. هسا رح نروح للتوزيع بولتزمان والتوزيع المعكوس يلا شباب أول شغلة توزيع توزيع بولتزمان تذكرون بولتزمان اللي أخذناه بالفصل السادس ستيفان بولتزمان ذول كانوا علماء اثنين هسا لا بس بولتزمان رح يشتغل ايش قال بولتزمان؟ قال يابا بأي نظام ذري يعني بكل ذرة أو بكل جزيئة بأي نظام ذري أو جزيئي في أي نظام ذري أو جزيئي بأي ذرة أو بأي جزيئ هذا مستوى الطاقة الأول هذا المستوى الطاقة الثاني قال في أي نظام ذري أو جزيئي فإن عدد الذرات في المستوى الأول أكبر أكبر من عدد الذرات بالمستوى الثاني الأول، نمبر الذرات ما الأول أكبر من نمبر الذرات يعني عدد الذرات ما الأول أكبر من عدد الثاني كل سهل، ليه شابه؟ قال يعني لأن النظام في حالة اتزال حراري يعني شنو؟ يعني مستقر حرارياً فأكيد إذا مستقر حرارياً معناه شنو؟ معناه هو في حالة استقرار إذا في حالة استقرار معناها عدد الذرات الجو أكثر من الفوق تمام اشتغالي هنا انا في اي نظام في اي نظام ذري او جزائي اي نظام ذري او جزائي وهو في حالة اه شديدك وهو في حالة اتزان حراري في اي نظام ذري او جزائي في اي نظام ذري او جزائي وهو في حالة اتزان حراري يعني شن التزان حراري؟ يعني معناها درجة حرارة الغرفة يلا في أي نظام ذري أي ذرة أي جزئة متزن حراريين فإن عدد الذرات في المستوى الأول أو المستقر أكبر من عدد الذرات في المستوى المتهيج من المتهيج اللي هو الإي تو تمام؟ في أي نظام ذري أو جزئي في أي نظام ذري أو جزئي وهو في حالة اتزان حراري بدرجة حرارة الغرفة يعني في شيء طبيعي إذا الذرة بحالتها الطبيعية فأكيد تكون مستقرة لأنها الذرة تميل المن للاستقرار فلذلك هنانا راح يكون عدد الذرات الجوة أكبر من الفوق تمام؟ هذا هو نظام أو توزيع بولتزمان بولتزمان سواننا قانون إش قال به؟ عدد الذرات الفوق على عدد الذرات الجوة تساوي الأكسبونيشيال يعني دالة الأسية الإي ماخذية المضادة للإي والإي والإي بالرياضيات أس سالب هذا أس للإي إي تو ناقص إي وان اللي هو فرق الطاقة بين المستويين على كي تي تي درست الحرارة كي شنو؟ كي ثابت بولتزمان هذا ثابت بولتزمان اللي هو واحد بوينت ثمانية وثلاثين في عشرة السالة بثلاثة وعشرين جول على قلبن هذا مو حفظ هذا مو حفظ يعطى بأستفد إذا أجدكم مسألة على بولتزمان طبعا المجموعة الثانية هي على هذا القانون زين السؤال إحنا كليزر يفيدني كليزر يفيدني توزيع بولتزمان؟ راح تقولوا لي لا ما يفيدني يابا ليش يفيدني؟ إحنا نريد بالليزر الفوق أكثر من الجوة زين ليش على مود من يجي نحفزين يبعثلنا فوتونات إحنا نريد بالليزر فوتونات وخواية فلذلك هنا أنا هذا التوزيع ما يفيدني أنا أريد عكس توزيع بولتزمان صح؟ هذا التوزيع اللي عكس توزيع بولتزمان سميناه التوزيع التوزيع المعكوس التوزيع شنو؟ المعكوس زين هذا من هو عكس توزيع بولتزمان زين شنو التوزيع المعكوس؟ يعني عكس بولتزمان أوه شاء الله بولتزمان شقال؟ قال في حالة اتزان حراري هنا أنا ليست في حالة اتزان حراري يعني درجات حرارة عالية هنا أنا تمام؟ زين إذا درجات حرارة تعلي شو رح يصير؟ رح ترتفع الذرات فوق الصير أكثر من الجوة فهدفنا بالليزر نحقق التوزيع المعكوس خلاص بعد توزيع بولتزمان مايفيدني رح تقول أستاذ إذا مايفيدني ليش درسنا؟ زين تعال إذا ما درست بولتزمان شو مدرك بالمعكوس؟ هو المعكوس إلا ما المعكوس عكس منه يعني؟ عكس بولتزمان إحنا بولتزمان واحد مايفيدني طاضح؟ من اللييفيدني المعكوس يلا شو نتوزيع المعكوس؟ في أي نظام ذري أو جزائي أي نظام ذري أو جزائي وهو ليس في حالة اتزان حراري بأي نظام ذري أو جزائي وهو مو بحالة اتزان حراري فإن أتزان حراري فإن عدد الذرات عدد الذرات بالمستوى الثاني أكبر من المستوى الأول عدد الذرات في مستوى المتهيج اللي هو الثاني أكبر من عدد الذرات في المستوى المستقر في المستوى المستقر ويحصل إذا ها تبيري ويحصل إذا أكو شروط حتى يحصل توزيع المعكوس أول شرط هاي الذرات تصعد هيتشي في سبيل الله لو لازم تطيها طاقة للي لازم تطيها طاقة عفية إذن أول شرط بأنه لازم يتوفر طاقة ضخ كافية توفر طاقة ضخ كافية يعني شنو طاقة ضخ كافية يعني هنانا الطاقة اللي نطيها للذرات تكون كافية حتى تسعد يعني شنو الضخ هسا رح تاخذ للضخ إذا فدي شوية تاخذ الضخ الضخ هي الطاقة أنت الضخ طاقة للذرات اللي هو شنو تأثير حراري هذي سموه ضخ منتطأثير ضوئي هذي سموه ضخ من تأثير كهربائي هذي يسموه ضخ من تأثير كيميائي هذي يسموه ضخ أي تأثير تطيه بحيث تخلي الذرة من تصعد من جو ولي فوق هذي يسموه ضخ أي طاقة تطيها يسموه ضخ رابح؟ عامة الطاقة الرح تطيه للذرات شي يسموها ضخ أولاً تتوفر طاقة ضخ كافية ثاني شغلة وكلش مهمة وجود 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 شنو؟ مستوى طاقة ذات عمر زمني أطول وجود مستوى طاقة ذات عمر زمني أطول يسمى بالمستوى شبه المستقر مفتح له تعالوا هذي لازم تفتهموه ممنوع تعبروه ممنوع تعبروه تعالوا تعالوا شوفو إذا إحنا هذا عدنا مستوى راح تقول استاذ إحنا نعرف عدنا مستوى مستقر وعدنا مستوى متهيج هاش طلعت النتة جديد شبه مستقر؟ تعال استفهمكم واحدة وهذه خلنا رجع للقديم مالتني اللي هو المستقر والمتهيج احنا شا قلنا؟ قلنا الذرة من تصعد منا لهنا تستقر لا رأسا تنزل صح؟ راح تصعد رأسا تنزل تصعد رأسا تنزل يعني شنو؟ يعني أنا ما راح أقدر أخلي الذرات تستقر شوية فوق يعني وإذا؟ مباوع إذا ما استقرت فوق إذا رأسا نزلت جوه ما استقرت فوق ما راح نحصل على التوزيع المعكوس آه إيه؟ مو إذا ما تحصل على التوزيع المعكوس ما راح تسوي ليزر والحل؟ الحل لازم تلقى لك طريقة تخليها تستقر فوق دقيقة إيش قالوا؟ قالوا هس إحنا بعو إحنا هذا المستقر وهذا المتهيج وهذا سموه شبه المستقر مستقر وهذا شبه مستقر وهذا متهيج شوفوا الذرات الذرات من تصعد من فوق لجوه تستقر لا رأسا تنزل حلوه فرح تنزل وين؟ هنانه فهنانه تبقى فترة زمنية أطول من هاده يعني شنو؟ يعني راح يكون العدد هنانه الذرات أكبر من هنانه يعني راح يكون الفوق أكبر من الجوه وذا صار عدد الذرات الفوق أكبر من الجوه راح شيصر أديه؟ توزيع معكوس وأنا هذا اللي أريده لازم أسوي توزيع معكوس فأنا سويت خليه شبه مستقر هذا شبه المستقر ذات عمر زمني أطول يعني تبقى به الذرات المتهيجة فترة أطول قبل ما تنزل واضح؟ ألم تصير توزيع معكوس إذن من أقول لك تعال عرف المستوى شبه المستقر عرف المستوى شبه المستقر هو مستوى طاقة ذات عمر زمني أطول هو مستوى طاقة ذات عمر زمني أطول زين شبه؟ تبقى فيه الذرات المتهيجة فترة زمني أطول تبقى فيه الذرات المتهيجة لفترة زمني أطول قبل نزولها إلى المستوى المستقر هذا هو شبه المستقر إذا لازم تتوفر أو يتوفر عندي مستوى شبه مستقر يلا أقدر أحصل توزيع معكوس هسا من أقول لك ما هو التوزيع المعكوس تقول لي فيه أي نظام ذري أو جزيء وهو ليس في حالة اتزان حراري فإن عدد الذرات في المستوى المتهيج أكبر من المستوى الأرضي ويحصل إذا تتوفر طاقة ضخ عالية ويتوفر مستوى طاقة ذات عمر زمني أطول يسمى بالمستوى شبه المستقر؟ من أقول لك ما هي يعني هذا تكتبه ويشرح؟ من أقول لك ما هي شروط التوزيع المعكوس؟ واحد اثنين لازم ما يمثل اسمك حافظين ولازم نفتهم إحنا ليس سوينا شبه المستقر؟ يلا هسا روح لمكونات الليزر يلا شباب هسا رح ناخذ مكونات الليزر مكونات الليزر قبل ما أبلش بمكونات الليزر خلي نفتهم الليزر بالبداية شون ده يتولدوا شنو مكوناتي؟ وبصورة عامة بعض أول فقرة بنوعان عدي تجويف يعني فراغ بمرآتين مرآت عاكسة كلية مرآت عاكسة كليا للضوء يعني خلنقول تعكس الضوء مية بالمية ومرآت عاكسة جزئيا للضوء يعني خلنقول تعكس الضوء تسعين بالمية أو اثنين وتسعين أو خمسة وتسعين أو تسعة وتسعين حسب الطول للموجه ما للضوء زين هاي المرآتين والفراغ اللي بنصهم يسمو المرآتين والفراغ اللي بنصهم شي يسمو المرآتين فهاي شي يسموه نقلنه المرنان زين بين المرنان راح نخلي أي مادة جزيئة ذرات جزيئات أيونات صلبة سائلة غازية أي مادة تخلوه نانا بالنص هذا يسموه وسط فعال يعني ذرات جزيئات أي شي الوسط الفعال اللي إحنا راح نهييجي شون نهييجي نطيه طاقة ضخ طاقة شنو ضخ عفية باك زيئة هذا من راح نطي طاقة ضخ راح يرتفع الالكترون ينزل يبعث شنو فوتون باعه هذا الفوتون راح يروح يصطدم بالمرآت يرجع من يرجع وين يرجع على الوسط الفعال هم راح يحفز وحده من الذرات هذا الانبعاث المحفز فرح يصراني ش كم فوتون يروحان يلعبان بلاي اثنين زين هذا ان الفوتونات اثنين راح يروحان يصطدم بالمرآت عكسا يرجع على اليمن على الوسط الفعال اش قد راح يصر عددهن ها راح يحفزن اثنين اش قد راح يصر عددهن اربعة هذا ان الاربعة راح يروحان يصطدم بالمرآت يرجع على اليمن على الوسط الفعال يرجع على الوسط الفعال من يرجع على الوسط الفعال اش قد راح يحفزن راح يحفزن اربعة و هنة أربعة رح يصري عنه ثمانية واحد مين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تمام رح يصري عنه ثمانية هذا انه الثمانية رح يروح أن يصطدمن بالمرأة ينعكسا على الوسط الفعال منين عكسا رح يصطدمن بثمانية و هنة ثمانية ك gad رح يصرا عنه 16 و 16 صرا 22 و 32 صرا بعد 64 والاربعة وستين مية وثمانية وعشرين والمية وثمانية وعشرين ميتين وستة وخمسين خمسمية وثمعش الف واربعة وعشرين الفين وثمانية واربعة والآخري هاي العملية هاذ التزايد بعدد الفوتونات يسموه التفخيم شي يسموه التفخيم راح تقولي لعد شنو ليش هحطيها جزئية باوع هاي مويز دال عدد الفوتونات يصيرن بالآلاف ايه اكو جزء من الفوتونات تطلع جزء خلنا نقول عشرة بالمية يطلعن وتسعين بالمية يرجعن زين هذن اللي يطلعن هو الليزر اه يعني هو عملية كلها حتى يطلعن ذنش كم واحد ايه هو هذن الليزر تمام هسه راح نيجي ساحنا شيلنا بصولة عامة هسه راح نيجي نفصخ تعالوا اهنانا هاذ منو هاذي هاذه هو المرنان هاذ منو المرنان هاي مرآت مرآت عاكسة كليا يعني خلنا نقول مية بالمية تعكس وهاي مرآت عاكسة جزئيا يعني تعكس تسعين بالمية تمام بين هاذا بين هاي المرآت وهاي المرآت شرح نخلي هنخلي هنانه وسط الفعال اللي هو شنو مواس صلبة او سائلة او غازية مواس صلبة او سائلة او غازية هاي شي سموها هاي سموها الوسط الفعال الوسط الفعال تمام الوسط الفعال شنو هو هو عبارة عن مواد او ذرات او جزيئات او ايونات صلبة سائلة غازية اي شي تمام اش بيها يتم تحقيق التوزيع المعكوس عنده عندما تتوفر طاقة ضخ كافية من اطيها طاقة ضخ كافية من اطيها طاقة ضخ كافية اش راح يصير راح الذرات تصعد من جو ولي فوق من تصعد من جو لي فوق يعني عدد الذرات الفوق راح يصير اكثر من عدد الذرات الجوه معناها اهنانه الانته اكبر من الانوان معناه اهنانه صار عندي توزيع معكوس وبهذا اللي انا اريده�� اريد شنو هو توزيع معكوس زيان باعوا شباب هاي هذا هو الوسط الفعال هذا المكون رقم واحد المكون رقم اثنين المرنان ثانيا منه المرنان شنو المرنان هو عبارة عن تجويف مناسب شنو يعني فراغ مناسب فراغ على مدبراحته الفوتون يروح وينعكس ويرجع ويحفز ذرة ثانية ويصير الفوتونات اثنين والاثنين صير اربعة والاربعة صير ثمانية والثمانية صير ستعش والستعش والاخري تمام هذا شنوه هذا يسمو المرنان شنو المرنان هو تجويف مناسب هو شنوه تجويف مناسب يتألف من مراتان متقابلتان احدهما احدهما عاكسة كليا للضوء علشنو يعتمد على الطول الموجي للضوء الليزر علي امان الجواب على الطول الموجي لضوء الليزر راح تقول لي مفتهمه اقول لك يعني معناه اذا كان الليزر احمر راح تعكس مثلا 90% اذا اخضر راح تعكس 92% اذا اصبر راح تعكس واحد وتسعين بالمية. يعني شنو معناها? معناها حسب اللون. بس احنا عيب كبار. ما نقول حسب اللون. لا عش نقول حسب الطول الموجي. هذا رقم واحد. رقم اثنين. شنو الفائدة من المرآت العاكسة جزئيا? شنو الفائدة من عندها? ما الفائدة من المرآت العاكسة جزئيا? الفائتين بيها. اول شغلة هاي راح تسمح بنفاذ جزء من الضوء. خارج المرنان. معنى الليزر. تسمح بنفاذ جزء من الضوء خارج منه المرنان. هذا من هو ضوء الليزر. اوكي. هسا جزء سمحت بنفاذه. والجزء الاخر الاكبر يعني راح تعكسه. ليش تعكسه? حتى تستمر عملية التضخيم. طبعا هاي زيادة عدد الفوتونات. قلت لكم شي سموها عملية شنو? التضخيم. زيلا. هذا الفوتون من يروح ويرجع. شي سموه? التغذية الرجعية. شي سموها? هاي بس يشأ اسماء. شي بس مجرد تعرفوها. تمام? يلا. هنا نهاية. وتسمح بنفاذ جزء. وتعكس باقي الضوء مرة اخرى داخل المرنان. لتستمر عملية التضخيم. وتعكس باقي الضوء مرة اخرى. داخل المرنان. ليش تعكسه? لإدامة عملية التضخيم. زيلا. هس احنا قلنا عدي وسط فعال. وقلنا عدنا شنو? مرنان. اوكي تمام. بعد مكون ثالث. هس الوسط الفعال. شلون يتحقق به توزيع المعكوس عندما تتوفر طاقة الضخ. كافية. تمام? يعني هس اعني عندي طاقة هي المكون الثالث. هاي طاقة الضخ هي المكون الثالث. اللي راح اسميها تقنية الضخ. تقنية الضخ. شنو تقنية الضخ؟ هي التقنية التي يتم فيها تجهيز الوسط الفعال بالطاقة لكي تنتق للذرات من المستوى الارضي للمستوى المستقر لكي تتحقق عملية التوزيع المعكوس. هي التقنية. هي التقنية. هي التقنية. هي التقنية التي التي يتم فيها او من خلالها تجهيز الوسط الفعال. باش اجهزة? بطاقة. لان هي سموها الضخ. يعني جاي مضخ. طاقة. تجهيز الوسط الفعال بطاقة كافية. لكي تنتقل من الذرات من المستوى المستقر الى المستوى المتهيج. المتهيج. يعني هاي الذرات حتى تنتقل من المستوى المستقر للمستوى. اذا انتقلت وصارت فوق هواي. فيتم تحقيق التوزيع المعكوس. اوكي. هسا من اقول ما هي مكونات الليزر؟ راح اتقول لي اولا الوسط الفعال. ثانيا المرنان. ثالثا تقنية الضخ. اوكي. هاي مكونات الليزر. زين. هسا نجعلها من على تقنية الضخ. تقنية الضخ. راح تقسم الى ثلاث اقسام. بيها ثلاث تقنيات الضخ. ثلاث انواع. اولا. الضخ الضوئي. الضخ الضوئي. ثانيا الضخ الكهربائي. ثالثا الضخ الكيميائي. اش كم تقنية عدل الضخ؟ ثلاثة. الضخ الضوئي والضخ الكهربائي والضخ الكيميائي. هسا راح نجي نشرح وحده وحده. يلا شباب. هسا راح ناخذ الضخ الضوئي والكهربائي والكيميائي. شنو الضخ الضوئي؟ بعض. هاذا شنو؟ هذا مرنان. تمام. الضخ الضوئي. اذا كان الوسط الفعال مادة صليبي. احنا مو قلنا الوسط الفعال لو يكون صليب لو سائل لو غاز. صح? اي صح. اذا كان الوسط الفعال مادة صليبي. راح نسوي لها ضخ ضوئي. راح تقولي تمام. راح تقولي شو وقت تستخدماني الضخ الضوئي؟ أقولك إذا كانت المادة صليبة. راح تقولي مثل ليش الصليبة؟ أقولك مثل الياقوت. تخلي هنا أنا بالنص ياقوتة. أو مادة هما الصليبة اسمها النيديميوم. واضح؟ يعني هذا الليزر اللي راح يطلع. لو ليزر الياقوت. لو ليزر الياقوت. لو ليزر النيديميوم. زين. راح تقولي افتهمني. هس هنا أنا يعني إذا كنا مستخدمين ياقوتة اسمو ليزر الياقوت. إذا كنا مستخدمين النيديميوم هم اسمو ليزر النيديميوم. أوكي تمام. يعني اسموني الليزر على اسم الوسط الفعال. عافية بالضبط. زين. يعني شو نوضخ ضوئي؟ يعني باعو. نستخدم هنا مصباح. هذا المصباح. هذا طبعا هنا نخلوا ببالكم. لو تكون الليزر يكون مرئي. أو تحت الحمراء. الأشعة ماتة. ويفضل هذا المصباح الزجاجة ماتة كوارتز. تعرفوا اللي أشحة يسبح بمرور الضوء المرء والفوق المنافسي. تمام؟ يلا. هنا أنا لو استخدم مصابيح وميضية. شنو مصابيح وميضية؟ أكيد راح يمصورين من المصور طاقين صورة مدرسية. فالمصور عدة هذا المصباح الوميضي اللي هو شون الفلاش ما الكاميرا؟ أو الفلاش ما الكاميرا؟ تمام؟ هاي طاقته كلش عالي. هسه راح يجي بالنه مصباح وميضي. هاي طاقته شو تكون كلش عالي. مصباح وميضي. يطينا الضوء دفعة وحدة طاقته دفعة وحدة. وهذا مصباح شنو؟ وميضي. يعني ومضة. هاي الطاقة هاي الطاقة تروح تهيج الوسط الفعال. شو تهيج؟ الوسط الفعال. أو ببدال المصابيح الوميضية أستخدم أو مستمرة. مصابيح شنو؟ مستمرة. كمام؟ ذات بس شنو؟ يعني لا يتعادي. بس شنو ذات شدة عالية. يعني ضوه مال تهيجوي. ذات شدة شنو؟ عالية. راح تقول افتهمت. لسه يعني لو أجي بالنصباح يطينا طاقة كلش عالية مرة وحدة. لو أجي بالنصباح طاقته مستمرة وشده ماتة عالية. عافي. على مودي تهيج الوسط الفعال. على مو شنو؟ لإثارة الوسط الفعال. أبو الكتاب خوش ملتفك التفاة حلوة. شنية؟ اش قايل؟ قايل أو نجيب ليزر. ليزر ضاخ. يسموه. هذا الليزر يروح هيجي الوسط الفعال حتى يصير عندي توزيع معكوس. لح تقولي شنو شنو هاللذة من هالفقور؟ كمام؟ صدق شنو هاللذة من هالفقور؟ مزيلا؟ شنو تجيب ليزر؟ أتولد ليزر؟ خافوا هذا الليزر وخلص. لا تعالوا. لأن هذا الليزر اللي راح يطلع طول الموجي يختلف عن الليزر الضاخ. طول الموجي للليزر الضاخ. يعني شنو معناه؟ معناه هالطول الموجي يختلف عن هالطول الموجي. تمام؟ يلا. إذن أول شغلة قل لي. اتش راح تحصل من الضخف هو ايه؟ يا ليزر؟ هتقول لي ليزر الياقوت وليزر النيديميوم. إذن هي التقنية التي نحصل منها هي التقنية التي نحصل منها على ليزر الياقوت وليزر النيديميوم. أوكي. تمام. بعد. شلون يلا. قل لي. ونستعمل فيها. ونستعمل فيها هذه التقنية ونستعمل فيها مصابيح وميضية أوكي. أو مستمرة ذات شدة عالية. لإثارة الوسط الفعال. تمام. أو الكتاب شي يقول. أو نستعمل أو نستعمل ليزر آخر. لإثارة الوسط الفعال ليزر آخر أو لتحقيق التوزيع المعكوس. لتحقيق شنو؟ التوزيع المعكوس. فنحصل على ليزر. طوله الموجي يختلف عن الطول الموجي للليزر الضاخ. إذن هنا هي التقنية التي نحصل منها على ليزر الياقود أو النيديميوم. أوكي. ونستخدم فيها مصابيح وميضية أو مستمرة ذات شدة عالية لإثارة الوسط الفعال. تمام. أو نستخدم ليزر حتى نصنع ليزر بحيث الليزر راح يطلع طوله يختلف عن الطول الموجي مع الليزر الضاخ. يعني مثلاً أنا أستخدم هنا ليزر أخضر راح يطلع هنا أحمر. واضح؟ هايش يعني؟ هاي بالنسبة للمين؟ للضخ الضوي. مثلاً أقول لك ما هي تقنية الضخ المستخدمة في ليزر الياقود؟ تقول لي ضخ ضوئي. ما هي تقنية الضخ المستخدمة في ليزر النيديميوم؟ أو ما هي تقنية الضخ المستخدمة في ليزرات الحالة الصلبة؟ تقول لي ضخ ضوئي. أي شي صلب ضخ ضوئي. نجع عليها من؟ على الضخ الكهربائي. هذا منه؟ هذا المرنان. عافية. زيان. الوسط الفعال اللي راح نخليه شغلتين. لو نخلي هنا السيليكون أو جرمانيوم أو زرنخيد الكاليوم. يعني أشباه موصلات. أو نستخدم شنو قلنا غاز؟ الغاز نخليه بأمبوبة تفريغ الغازات. نروح نهيج هذا الغاز. شلون نخليه فرق جهد مناسب حتى نهيج هذا الغاز. زيان. شلون راح تهيج الغاز؟ هنا الألكترونات راح تتعجل. يصر الألكترونات معجلة. هذه الألكترونات معجلة. هاي الألكترونات المعجلة تصطدم بذرات الغاز. فراحة هيجي. يلا. هسه ثالث. هي التقنية. هي التقنية التي نحصل عليها أو نحصل منها على شنو؟ على ليزر الحالة الغازية أو ليزر أشباه الموصلات. زيان. يعني من أقول لك ما نوع الضخ المستخدم فيه للزرات الغازية؟ هاي تقول لي ضخ الكهربائي. ما نوع الضخ المستخدم فيه ليزر أشباه الموصلات؟ هاي تقول لي ليزر أو ضخ كهربائي. تمام؟ ونستعمل. بعض. ونستعمل. ونستعمل في هذه التقنية فرق جهد مناسب. يعني شنو؟ يعني معناه تفريغ كهربائي رح نسوي. تفريغ كهربائي. حيث تصطدم. منو؟ الألكترونات المعجلة. هاي الألكترونات المعجلة. شبيها؟ تصطدم بذرات الغاز. تصطدم بذرات الغاز. فتعمل على إثارتها. فتعمل على إثارتها. ويتحقق التوزيع المعكوس. وإحنا هدفنا دائما نحقق شنو؟ التوزيع المعكوس. زيب. هذا شنو قلنا عليه؟ هذا مرنان. هذا مرنان. ضخ كيميائي. مرنان. رح نخبط مواد ثنيين. هاي مادة وهاي مادة. كمام؟ رح نخبط مواد ثنيين. هاي مادة وهاي مادة. خبطناهم. رح يصير بيناتهم تفاعل كيميائي. أنتو تعرفون أي تفاعل كيميائي؟ شو تطلعوا إياه؟ طاقة أو حرارة. صح لو لا؟ يعني معناها هاي الطاقة هي رح يسوي التوزيع المعكوس. الحلو بالضخ الكيميائي بأنه إحنا ما نحتاج لا ضوة ولا كهرباء. يعني ما نحتاج أي مصدر خارجي. الضخ الكيميائي ما نحتاج أي مصدر خارجي. تفاعل الكيميائي بين مكونات الوسط الفعال. تفاعل الكيميائي بين مكونات هو أساس توفير الطاقة. هو أساس شنو؟ توفير الطاقة. أي لا نحتاج إلى ضخ خارجي. شوف شوف. يقول لك علل. في الضخ الكيميائي لا نحتاج إلى أو في الضخ الكيميائي لا نحتاج إلى ضخ خارجي. ليش؟ تقول لي لأن التفاعل الكيميائي بين مكونات الوسط الفعال هو أساس توفير الطاقة. هذا بالنسبة للمن أنواع الضخ. دعني جهزة للمستويات الرباعية والثلاثية. يلا شباب، آخر شي رح نأخذها هي المستويات أو منظومات ثلاثية المستويات ومنظومات رباعية المستويات. منظومات ثلاثية المستويات. خلني جي نفتهم الثلاثية ونفتهم الرباعية. باعوا. أول سالفة من اسمها الثلاثية المستويات. يعني شنو؟ يعني بيها ثلاث مستويات للطاقة. الإي وان والإي تو والإي ثري. دائماً اسمعني اسمعني. دائماً أول واحد مستقر. آخر واحد متهيج. القبل الأخير شبه مستقر. حفظهم. دائماً الأول مستقر. الأخير متهيج. والقبل الأخير شبه مستقر. يلا. إذن أولاً تشترك. تشترك في هذه المنظومات. ثلاثة مستويات. وهي المستوى المستقر. اللي هو الإي وان. والمتهيج أو شبه المستقر. وشبه المستقر. اللي هو الإي تو. والمتهيج. اللي هو الإي ثري. زين. هساً أول فقرة. بأنه تحتوي على ثلاث مستويات. هساً راح نسوي تلس شغلات. أريدكم تنتبهون ويا بيهن. راح نسوي تلس شغلات. أولاً راح نسوي ضخ. أحط طرق الضخ. ثانياً راح نسوي وراها. راح يصير انبعاث تلقائي. وراها راح يصير توزيع معكوس. توزيع معكوس. كم شغلات لهذا؟ يلا سووا ضخ. يلا. هسا هنا أنا شون عندنا؟ ثلاث مستويات. راح أطيه للذرات الموجودة هنا طاقة. راح تنتقل من المستقر للمستوى المتهيج. الثالث. أوكي. باستخدام أحد طرائق الضخ. زين. باستخدام أحد طرائق الضخ. سوف شنو؟ يتهيج لتهيج. أو لإثارة الوسط الفعال. سوف ترتفع الذرات. أو سوف تنتقل الذرات. أمية تنتقل؟ من المستوى الأول المستقر. من المستوى المستقر إلى المتهيج. هسا أكي شي صعب؟ بس الطينة ضخ. صعد من الأول للأخير. أوكي. وراها يبقى هنا له رأسا ينزل. لا احنا اتفقنا بأنه ما يبقى بالمتهيج. رأسا شنو؟ ينزل. فراح شنو؟ الذرة من تصعد. رأسا تنزل. تلقائيا تنزل. راح تنزل. تلقائيا تنزل. أوكي. سوف تهبط الذرات تلقائيا. سوف تهبط الذرات تلقائيا. تلقائيا. من المستوى المتهيج إلى المستوى شبه المستقر؟ من المستوى المتهيج إلى المستوى شبه المستقر. اللي هو الثاني. راح تهبط الذرات تلقائيا من فوق لجوه. من المستوى المتهيج إلى المستوى منه شبه المستقر. زيان المستوى شبه المستقر ذي تسعة، عشفنا علي؟ المستوى شبه المستقر عشفنا علي؟ عشفنا شبيه هذا؟ لتبقى لتبقى فترة زمنية اطول فيالمستوى شبه المستقر يعنيل المستوى شبيه المستقر تبقى الزهرات بفترة زمنية اطول يعني ما تنزل على السريع هس хорошо فيصير؟ توزيع مع كروز يلا سوينا توزيع معكوس شنو شرط التوزيع المعكوس يسباعوا هذا صعد رأساً نزل وهذا صعد رأساً نزل وهذا نزل وهذا نزل هذا نزل صارت عدد الذرات الفوق أكثر من عدد الذرات الجو صح؟ صح إذا صار عدد الذرات الفوق أكثر من الجو صار عدي توزيع معكوس يلا يكون عدد الذرات في مستوي الطاقة المستوى الطاقة المتهيج أكبر من عدد ذرات المستوى الطاقة العفو مستوى الطاقة شبه المستقر أكبر من عدد ذرات مستوى الطاقة المستقر اللي هو الإيوان يعني شنو معناها الذرات الفوق أكثر من الجو فيتحقق التوزيع المعكوس بين مين؟ بين الإيوان والإي تو رح يصير هنا توزيع معكوس بين الأول والثاني زين عسا صار عدي ثلاث مستويات ورها نطينا ضخعة متصعد صعدت رأسا تنزل تلقائي نزلت هناك جمعا صار الفوق أكثر من الجو صار توزيع معكوس إذا افتهمتوا هسة إذا افتهمتوا هسة المنظومات الثلاثية السريع رح نفتيهم من وين؟ المنظومات الرباعية طبعاً يكون نقطة خامسة سأجع لي هاي من اسمها منظومات رباعية يعني شنو معناها تشترك اش كم مستوي؟ مستوي أربع مستويات تشترك في هذه المنظومات أربع مستويات طاقة اللي هو الـ E1 والـ E2 والـ E3 والـ E4 أربع مستويات طاقة واحد مين ثلاثة أربع E1 وـ E2 وـ E3 وـ E4 دائماً أول واحد شنسميه مستقر وآخر واحد شنسميه متهيج والقبل الأخير شبه مستقر زيانو هذا هم متهيج بس ما رح نسميه متهيج رح نسميه شبه فارغ هو مو فارغ هو شبه فارغ يعني بيه ذرات بس قليلة لو واحدة لو اثنين جيد هسه رح نسوي اش كان فقرة ثلاثة فقرات نفسه اللي سويناهن هناك جيد كان فقرة ثلاثة اللي هي شنين فقرة الأولى سوضخ الثانية انتقال تلقائي الثالثة توزيع معكوس يلا سوونا ضخ أنا شكام مستوى عدي أربعة هذا المستقر هذا المتهيج الذرات مناطيها ضخ شطيها ضخ رح تصعد من الأول المن للأخير تمام؟ اذا باستخدام باستخدام أحد طرائق الضخ سوف تنتقل الذرات من مستوى الطاقة منه؟ المستقر اللي هو الإيوان إلى مستوى الطاقة المتهيج اللي هو الإي فور هذا من هو الإي فور المتهيج يتلك من تطبخ تصعد من الأول إلى أخير زيار رح تبقى بالأخير؟ رح تقول لي لا ما تبقى بالأخير رح تش رح يصير؟ رح يصير انتقال تلقائي شلون؟ رح تقول لي هاي رح تنزل مننا لهنا قبل يعني من المستوى المتهيج للمستوى شبه المستقر تنزل هنا أوكي يعني من تصعد مننا ما تبقى رأسا تنزل تلقائيا قلت لك تبقى عشر السالب ستة أو عشر السالب ثمانية سكند يعني فترة زمنية كلش قصيرة يلا تهبط سوف تهبط منه؟ الذرات من مستوى الطاقة المتهيج اللي هو الرابع الى مستوى الطاقة شبه المستقر اللي هو الثالث ليش بقى ليش نزل شبه المستقر؟ الى ثري اوكي وراهش راح يصر توزيع معكوس بلا شلون راح يصر التوزيع المعكوس خليني افتحين تعالي هذا منوى الى وان هذا الى ثو هذا الى ثري هذا الى فور احنا الذرات منصعدت من جوة لفوق بقتل رأسا نزلت صح؟ راح تنزل هنانا بشبه المستقر راح يصير عدد الفوق اكثر من الجوة صح لو مصح؟ صح يعني معناها العدد الذرات بالثالث اكبر من عدد الذرات بالثاني اللي وهذا شبه فارغ هو مو فارغ شبه فارغ معناها الفوق اكثر من الجوة ايه فراح يصير هنا لتوزيع معكوس هتقولي شلون يصير غير يصيروا هي الاول تعال 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 واحد ثمين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اشرح اشرح المستويات العشرة يلا راح تقولي من الطاقة الضخ راح تنتقل من جوة تصعد الاخر واحد من تصعد رأسا تنزل عافية فراح يصير عدنا شنوة اول واحد شاسميه مستقر واخر واحد متهيج والقبل الاخير شبه مستقر وذلني كلنا شبه فارغات با اهنانة ها بخلنا نقول شبه فارغ يعني بيه واحدة واثنين اهنانة التوزيع المعكوس صار بين الثامن والتاسع انا من علاقة بين الثامن والتاسع المهم عندي مستوى طاقة فوت بذرات اكثر من الجوة حتى يصير عندي توزيع معكوس يلا اهنانة التوزيع الثاني اللي هو شبه فارغ فيتحقق التوزيع المعكوس بين الثاني والثالث حلو تمام هسا سونا ضخ صعدت نزلت تلقائي بعدين صار هذا اكثر من هذا معكوس تعال ضخ صعدت نزلت تلقائي صار هذا اكثر من هذا معكوس اذا نفس الشيء اخر نقطة اهنانا بالمنظومات الثلاثية نحتاج الى طاقة ضخ عالية لتحقيق التوزيع المعكوس بينما بالرباعية لا نحتاج اقل ها هاي دماغكم بالعكس نحتاج الى طاقة ضخ اقل من المنظومات الثلاثية لتحقيق التوزيع المعكوس اكو سؤال مهم اكو سؤال مهم قس خمسة وعشرين اركز يامي دميه لي ايهما افضل هذا كلش مهم ايهما افضل المنظومات الثلاثية لارباعية المفروض شو تقول ارباعية ليش لانها تحتاج الى طاقة ضخ اقل من الثلاثية لتحقيق التوزيع المعكوس هذا السؤال اذكرني به تمام ليش لانها تحتاج الى طاقة ضخ اقل اذا هنانا الثلاثية تحتاج طاقة عالية وهنان الرباعية تحتاج طاقة اقل من الثلاثية حتى يتحقق التوزيع المعكوس اذا جوابنا ايهما افضل الرباعية يعني تشتري لايت ضخ يعني لايت نقول لايت ابو العشر تالاف افضل لأبو الخمس تالاف يعني ياه اللي صرف لك اكثر اقل ابل خمس تالاف يصرف ليه اكثر عافية فهنانا هذا نشتري الى ابو خمس تالاف وهذا نشتري الى الابو العشر تالاف راح تقول لا عفنا على الابو الخمس تالاف وياه اذا نحتاج طاقة ضخ اقل ليش لتحقيق التوزيع المعكوس زين راح تقول استاذ احنا كان دماغنا بالعكس ابان احنا ذننا الرباعية يحتاج انه طاقة حتى يصعد لا مهيج تعال فهمكم هذا شي خارج المنهج تبه يمني باو هاذ هاذ الذرة الذرة هنانا من تصعد رأسا شنو تنزل اسمعوني من تصعد رأسا تنزل اش كم مستوعدها تنزل بي واحد تمام فلازم الذرات اصعد هن على السريع السريع الذرات لازم اصعد هن شنو على السريع حتى خليني جمعن هنانا الذرات لازم اصعد هن على السريع يعني اذن يصعد هن نزل فلازم اصعد هن على السريع حتى يجمعن هنانا حتى يقدر نسوي توزيع معكوس زيان اذا تريد اصعد هن على السريع لازم تطهن طاقة شنو عالي بينما هنانا لا والله عندك مستويات اثنين يعني عندك واحد اضافي واضح فما يحتاج تستعجل ما يحتاج هنا تستعجل لان عندك واحد اضافي اذا ما صار هنا التوزيع يصير هنا يعني طب المرض خلي يصير هنا ويا لو لا فلذلك هنانا هذ الذرات ما يحتاج نصعدها على السريع على كيف اذا على كيف ن يعني نحتاج ضخ شنو اقل فايهما اضل اياهما اضل الضخ الثلاثي او الرباعي مستويات الثلاثية الرباعية نقول الرباعية لانها تحتاج ضخ اقل من الثلاثية لتحقيق التوزيع المعكوس لهنانا خلصنا وياكم يلا باي باي